التهم بأعمال منافية للأداب وأثار الجدل بارتباطه من عرفة وأهدى زوجته اللي تبقى ملكة جمال مصر شاكلت بـ 26 ألف جنيه وجاب لها فستان بالألماس بيتابعوا ملايين من الشباب والبنات على سوشال ميديا وعلى طول متصدر الترند ودايماً بيتعرض للانتقادات بسبب اللي بيعملوا على مواقع التواصل كلامنا هنا عن البلاجر واليوتيوبر علي غزلان يا ترأي أهم الأسرار في حياته ومين هي زوجته وإيه هو السر انفصاله اتولد علي غزلان في مدينة اسكندرية وحالياً عنده 32 سنة منه هو في السنوية العامة كان بيعشأ حاجة اسمها شاعر وكان بيحب يقوله لدرجة انه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية والسابع في الوطن العربي في المجال ده ومش بس كده ده كمان اتعرف من صغره بشطرته وبيطلع من الأوائل دايماً ففي السنوية العامة جاب 99% وساعتها دخل كلية الطب بجامعة الاسكندرية وتخرج منها في 2017 بس منه هو في الجامعة ما كانش مهتم بالدراسة بس ده كان بيحاول يجيب حاجات كتير ومن أهمها تجربته النجحة في مجال الستاند اوب كاميدي وده أضاف لي شعبية بين أصدقاؤه واللي زاد من شغرته هو انه وسع نشاطه على سوشال ميزيا وبعد ما اتخرج من كلية الطب حقق حلمه الثاني وفتح مطعم في 2019 وعمل وكالة إعلانية وفي 2020 أصدر كتابه مود من نجاح واللي تصدر تراند بسبب انه كتير من اللي قرأوا الكتاب قالوا انه مسروق من مؤلف أجنبي وفيه اللي اعترض على أسلوبه السيء في الكتابة واللي حقق في النهاية مبيعات عالية اتعرف علي غزلان بانه شخص متعدد المواهب بجانب ممارسته لمهنة الطب حاب يمارس مواهبته في الغنى وطرح كتير من الأغنيات منها أنا دولة ورئيس الجمهورية واللي حققت نجاح كبير وملايين المشاهدات وعلى الرغم من نجاحات علي غزلان طول ما سرته كان بيتعرض لكتير من الانتقادات فتعرض قبل كده الهجوم بعد مشاركته في أغنية أنا دولة اللي كانت بتهدف لمواجهة الأفعال المنافية للأداب في المجتمع وده بسبب فيديوهات قديمة ليه كان بيتكلم فيها بشكل غير لائق عن البنات وساعتها اعتبروا انه بيرتكب أفعال منافية للأداب أما حياته الشخصية أصار علي الجدل بعلاقته بالفنانة من عرفة وده بسبب ظهوره الكتير معاها من غير تحديد علاقته بيها وساعتها انتشرت شعاعات بتأكد خطوبتهم لكن فجأة بعد علي عنها وحزف كل صورهم مع بعض وقال ان العلاقة اللي كانت بتجمعهم كانت مجرد صداقة قوية وعلاقة عمل وانها من الشخصيات اللي بيفتخر انه يعرفها على المستوى الشخصي وبعد فترة أعلن ارتباطه بفرح شعبان وده بعد قصة حب جمعيتهم ومع الوقت هي كمان حبته وقرروا يتجوزه في حفل زفاف مميز لبست فيه فرح فستان مصنوع من الألماس وفي لفتة مسيرة للجدل اشترلها زوجها علي تشاكلت ب26 ألف جنيه وبعد فترة خلفوا ابنهم الوحيد رحيم وبعد قصة حب وارتباط ثلاث سنين وتحسهم روميو وجوليات في نفسهم وكل متابعيهم كانوا بيتمنوا تكون علاقتهم شبههم من كتر ما كانوا بيظهروا متفاهمين وبيطلعوا يدو نصايح للشباب المتجاوزين جديد فجأوا محبيهم وخبر انفصالهم ففي الساعات اللي فاتت فجأ البلاجر علي غزلان متابعي وأعلن انفصاله عن زوجته الأعلامية فرح شعبان وكتب بوست ألفي الحمد لله وقدر الله ومشاء فعل تم الانفصال رسميا من زوجتي فرح شعبان أشيركم وأشير الله أنها كانت خير الزوجة لكن لم يتم الاتفاق يا إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق وأتمنى لها استمرار لنجاح في الحياة أتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل لأننا هنفضل ظهر بعض عشان خاطر ابننا رحيم وهفضل سنادها لحد آخر يوم في الدنيا وبعد كل الكلام ده ناس كتير زالت على انفصالهم ونفسهم يرجعوا البعض فيترى عالي وفرح هيرجعوا في قرار انفصالهم